اهلا بكم سمعت قبل كده عن خادم السحر المرسل تبقى متابع معراقي او ماشي على برنامج علاجي معين وخلاص ربنا سبحانه وتعالى عفاك وتبصت لان كل الاعراض اللي عندك اختفت نهيا وما عدتش بتشتكي من اي حاجة ولا بتعاني من اي شيء فجأة تنتكس امورك وترجع تاني كما كانت كأنك بادئ في دايرة مغلقة فتيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وتقول ان السحر اللي عندي ده ما بيخفش نهائيا ولا انا عارف اتحسن منه ازاي ده يا سيد الكريم لان فيه خادم سحر ارسل ليج جديد من مملكة ابليس وده اللي انا هعرفه لك في الدقائق المعدودة اللي جاية بس عايزك تحضر كباية مية معاك وانت بتسمعني وقبل ما ابدأ عايزك انك انت تدوس لايك ولو اول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكريب وفعل الجرس وشاير المقطع ده لكل انسان مصهور انت تعرفه لعله ان يكون سبب في تفريج ما به من اذى ان شاء الله اول حاجة عايزك تعرف يا اخي الكريم ان مملكة ابليس دي مملكة عظيمة جدا ويتسمى مملكة السحر لما يجي الانسان يمشي على برنامج علاجي معين يجي خادم السحر اللي موجود جواه يبص يلاقي ان المادة اللي مكون منها السحر بتتلاشى فيستغيث بمملكة ابليس واستغيث بخادم السحر الاكبر او السحر الاكبر ويقول له خلاص احنا مش قادرين ان نسيطر على الجسد الحالة اللي معانا دي بتخرج من تحت يدينا لازم تبعته لنا مدد فيرسل مدد وهو عبارة عن شيطان ساحر يسمى خادم سحر مرسل يجي خادم السحر المرسل ده يكون اتنين مثلا شغالين اربع ساعات وجسمهم همدان وما فيش عندهم اي قوة يجي واحد كده بالزبط يخليهم يتنشطوا من اول وجديد ويبدأوا في النشاط ويبدأوا في القوة ويكون عندهم ارادة قوية بعد ما كانوا خلاص مش قادرين يكملوا الشغل اللي فيديهم فيكملوا الشغل مرة تانية بمعنى ايه بمعنى اوضح انك انت يااخك كريم لما تيجي تخف من السحر اللي موجود جواك والاعراض كلها تتلاشى تفاجأ ان كل الاعراض ابتدت اكتر مما كانت عليه انت بتنتكس مش بتخف تقول ازاي هو انا لما اجي اقرأ قرآن ولا لما اجي ابتزم بورد في الاسكار ولما اسمع روكيا شرعية ابص لاي ان حالتي بتسوء مش بتتحسن انا خلاص مش حاسمع قرآن تاني هيا دي النقطة اللي هم عايزين تصل لها عايزين يخلوك تيقس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عايزين يخلوك انك انت ما تلجأش لأي طريقة علاجية نهائيا من خلالها تخف من الاذى اللي انت مصاب به وده طبعا بيكون شيء في مصلحتهم وده شيء بيعود عليك انت بالضرر لا واشد مضرة كمان ليه لانك انت لما تيجي مثلا يبص يلقوك ان الاعراض زادت عندك فتيجي تقول خلاصا هوقف علاج لا يا عمنا ما بخفش فبعد كده لو انت اخدت خطوة معينة في العلاج ييجوا يقتروا عليك الاذى ويقتروا عليك الحرب ويقتروا عليك المشاكل عشان تتوقف وبعد كده تيأز من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بص يا اخي الكريم خادم السحر ده ليه اشياء معينة بتدل عليه اول حاجة انت لازم حتشوف منام لو انت ماشي على رقية شرعية معينة او لو ماشي على برنامج علاجي معين يستحيل انك انت متشوفش المنام ده كل انسان مسحور عارف انا بقول ايه ومتأكد من كل كلمة وكل حرف انا بقوله بتجي كده انت ماشي ببرنامج علاجي وخلاص العراض خفت وابتديت ان انت تتحسن امورك انضبطت في الحياة معينة او ان في حبل بتسحبه من بؤك او ان في شعر انت بتاكله او وصلش معك قبل كده انك انت بتشرف في كبات مية تبص في كبات المية تبصت لايه فيها نمل في اعر الكباية بعد ما انت شربت ده كلته دليل على ان في خادم سحر قرسل ليك وجدد السحر يا اخي الكريم لازم الشيطان يخليك تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وانت لازم تكون انسان زكي ما تيأس مهما كان ولازم انك انت تمشي على برنامج علاجي معين وتعرف دايما ان الشياطين بيكونوا في حالة مدد لبعضهم البعض دايما لما ييجي خلاص انت جسمك حينضف من السحر والسحر حيخرج من عندك او ان السحر مدفون وخلاص الناس لقته او ان مثلا السحر مرشوش وخلاص المادة بتاعته بتتلاشى لازم الشياطين تجدد لك السحر ليه لان من مصلحته من هما يخلوك تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى من مصلحته من هما يخلوك تقنت انك انت تستمع للركة الشرعية تقول القرآن ما بيقصرش فيها الايات والاحاديث ما بتقصرش فيها مش ده صحيح؟ قبعيزك تجيب لأي انسان يأس من موضوع العلاج يقولك القرآن خلاص انا القرآن الركة الشرعية مش نفع معايا او ان العلاج بالقرآن مش نفع معايا الاحاديث مش نفع معايا الاذكار مش نفع معايا وعايزك بس عشان تتأكد ان في مدد بيحصل عندك من الشياطين انك انت تحضر كبات مية زي ما قلتلك وحتستمع للهية اللي انا هقراها وتحاول انك انت تقراها معايا وبعد كده هتنفث في الماء وحتشرب الماء ده وتشوف ايه اللي حيحصل معك عايزك تعرف يا اخي الكريم ان دايما فيه شياطين بتتبدل في جسمك يعني خلاص الشيطان اللي موجود جواك يبقى بيستغيس وبيصرخ وتعبان مش قادر مش مستحمل خلاص رفع الرايا البيضة يجي شيطان جديد يحل مكانه تبدأ من اول وجديد وكأنه شيئا لم يكن لكن الراقي الزكي بيعرف ان الشياطين بتتبدل واحد بيجي مكان واحد واحد بيريح واحد وهلما تجرى حضر كبات مية وعايزك تستمع للآيات الكورانية اللي انا هقراها ديت انا هقرا عدة آيات صغيرة تمام وده برنامج لازم ان انت تمشي عليه لما تيجي يا اخي الكريم هتتعالج من موضوع السحر لازم الآيات ده هي تقراها ضروري ولازم حتى ان اصكارك تكرهها على مية وتشربها لازم تقرأها ليه؟ لان سبحان الله ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي الاهات الكورانية اللي انت بتكراها على الماء يعني سبحان الله بيبقى فيك كوة نورانية من ايات الكوران ربنا جعل الكوران شفان ما في الصدور يقول الله عز وجل وننزل من الكوران ما هو شفان ورحمته للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة عايزك تقرأ الاهات الكورانية ديت معايا والظل ماشي على الآية الكرآنية دي العشرين يوم اللي انت متابع فيهم مع الراقي أو الاربعين يوم اللي انت متابع فيهم مع الراقي وإن شاء الرحمن ما يضرك أي سوء ركز يا أخي الكريم هتاخد صبعك السبابة وحتجي حطه في المية كده تمام وحتقرأ الآية الكرآنية اللي أنا حقرأها دي وركز معي أول حاجة هتقرأ الفتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد العين من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أربع مرات أو سبع مرات يفضل سبع مرات تقرأها سبع مرات بعد كده حتقرأ آية الكرسي مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون سبع مرات وآية واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون مرة وحدة آية السحر التي تعرفها كل آية مرة وحدة تمام؟ وتركز على آية دا تقراها سبع مرات قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون سبع مرات تمام؟ وتقرأ آية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سبع مرات تمام؟ والمعوزتين والأخلاص كل وحدة ثلاث مرات وبعد كده تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريكة له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير مئة مرة برضه على الماء وتقول باسم الله الذي لا يدوره مع اسمه شيء من فرد ولا في السماء والسماع العليم ثلاث مرات وتتوكل على الله وتشرب الميا ديت تمام؟ مجرد ما تشرب الميا ديت يا أخي الكريم تحاول أنك أنت تشربها دايما قبل النوم لأن دايما خادم السحر المرسل لما بيترسل لك بترسل وقت النوم ما بيترسلش في الصباح عشان كده دايما هتشوف حلم أنك أنت بتاكل شيء أو أن في حد بيأكلك شيء أو أن في حد بيطردك أثناء علاجك أو أن في كلاب بتجير وراك أو أنك أنت ماشي في المقابر لازم حلم حيجي لك يعني حيجي لك أكيد كل إنسان مصحور عارف الكلام اللي أنا بقوله ده وياريت يا أخي الكريم أنك أنت تحافظ دايما على كراءة الرقية وما تيأسم الرحمة ربنا سبحانه وتعالى هنزل لكم طرق علاجية كتير جدا وطرق تعذب بها الشياطين مستمدة من أراء علماء كدامة ومن أراء علماء معاصرين لعله لو عايز أن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن كل إنسان مبتلى ما هو فيه لو عاجبك المقطع ده ما تنساش أنك أنت تشيره لأصحابك فتدل على الخير كفاعلة وما تنساش لو عندك أي طريقة تمنع بها تجديد السحر تضحها في كومنت أسفل الفيديو عشان كل المتابعين في قناة تفسير الأحلام يستفيدوا منها ولو عندك أي إضافة ياريت أضفها في كومنت وما تنساش تضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس وتشير المقطع ده لأصحابك فتدل على خير كفاعلة ودوس لايك دمتم فود في أمان الله مع السلامة